الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كيرستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمانيته لكيرستارمر بالتوفيق والنجاح مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد جاء ذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لهم داعينا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم استشهد أحد عشر فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجرا على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تسعة فلسطينيين استشهدوا إثرى قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للأونروا في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع كما أشارت إلى استشهاد مواطنين اثنين قراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر كبير في حركة حماس أن مقترح الاتفاق المعدلي بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين خلال ستة عشر يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطى بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح رئيسا لإيران خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أن بزشكيان يتقدم السباق وفقا للنتائج الأولية مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 50% أي ما يفوق الجولة الأولى أكد رئيس الأمريكي جو بايدن استمراره بالسباق الرئاسي وعزمه الفوز بولاده ثانية وذلك عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترومب والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية وفي خطاب أمام أنصاره في ولاية وسكونسن قال بايدن أنه لن يسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو ثلاث سنوات ونصف من العمل على حد تعبيره كانت الولايات المتحدة قد شهدت في الثامن والعشرين من يونيو الماضي أول مناظرة بين بايدن وترومب نظمتها شبكة CNN قال حاكم منطقة دونالدسك الأوكرانية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن ثمانية وعشرين في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد وأضاف المسؤول الأوكراني أن من بين الضحايا خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية حينما تعرضت بلدة سيلدوفي الواقعة غربي مدينة دونالدسك والتي تسيطر عليها روسيا للقصف بقنبلتين موجهتين مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت ثلاث قنابل موجهة على قرية كومر إلى الجنوب الغربي ورياضيا تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب تغلبه بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف على نظيره المنتخب الألمني صاحب الأرض في افتتاح مواجهات الدور ربع نهائي وأقيمت المباراة في مدينة شتوتغيرت وافتتح داني أولمو التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة الحدية والخمسين وأدرك فلوريان فريدس التعادل للمنتخب الألمني في الدقيقة التاسعة والثمانين وفي الدقيقة المئة وتسعة عشر تمكن ميكا الميرينو من تسجيل هدف الفوز الإسباني كما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزه المثير على منتخب البرتغال بضربات الترجيح بنتيجة خمسة ثلاثة أقيمت المباراة على ملعب بولتس بارك في مدينة هامبرغ الألمانية في قمة مواجهات الدور ربع نهائي للمسابقة القارية انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتم اللجوء لضربات الترجيح وضرب المنتخب الفرنسي بذلك موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا في الدور نصف نهائي لليورو يوم الثلاثاء المقبل انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل